ما التجديد الذي ننتظره هو التجديد في فقه المعاملات في مجالات الحياة العملية تخرج أو الضفع من الأئمة من الكلية العسكرية يثير الجدل خلينا نتفق من الأول كده أنه من ساعة لما مسك الرئيس السيسي الرئاسة وهو بيحاول للنهار يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحافظ على مصر فدايما بنلاقيه بيوجه المؤسسات الدينية زي أئمة المساجد على تجديد الخطاب الديني باستمرار وأن الخطب يوم الجمعة لازم يكون فيها كلمات بتشجع على التسامح بين الشعب بكل توافق ولو أنتوا فاكرين سنة 2020 كان الرئيس السيسي وهو في مؤتمر الأزهر العالمي قال في كلمته اللي قالها بن يابع عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه بيطالب مؤسسة الأزهر أنها لازم تعمل على متابعة الخطاب الديني لأن أي تأثير في النقطة دي هيكون سبب في انتشار مدعين العلم وأجباه العلماء اللي هما أصلا مش متخصصين وبيضللوا عقول الشباب وبيحللوا ليهم القتل والنهب وأنهم يتعدوا على فلوس الناس وأعراضهم بعدما يفسروا القرآن على مزاجهم وقتها قال الرئيس أنا مش عايز تجديد في ثوابة الدين زي العقيدة وغيرها لأن ما فيش مسلم بيطلب تحليل الحرام أو إباحة الكبائر أو تشريع يعارض الصنة والقرآن إنما نعايز تجديد في فقه المعاملات في مجالات الحياة العملية علشان الحياة تمشي بشكل سهل وعلشان كده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات في الدولة المصرية لتأهيل الكوادر العامة بكافة المجالات وتعظيم الاستفادة مرقدراتهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة قامت كلية الدباط الاحتياط في مصر بالإعلان على إنها خرجت أول دفعة من الأئمة علشان يشتغلوا بوزارة الأوقاف بعد ما أخدوا تدريب مكثف بالكلية العسكرية يساعدهم على حس الشعب على مواجهة التطرف والإرهاب وقررت وزارة الأوقاف أن يكون اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي هو الاسم اللي هيطلق على الدفعة الجديدة من الأئمة اللي أنه دورتهم التدريبية والوزارة متفقلة بأنه يكون ما بينهم نغبة من كبار علماء الأئمة وهم مؤهلون لده وزارة الأوقاف قالت أنها شغالة على تطوير وتحديث منظومة إعداد الأئمة علشان يكونوا على دراية شملة بمناهج الدعوة المختلفة وإزاي يعملوا خطبة بشكل منهاجي علمي علشان تأثر في الناس لكن من ساعة ما تعرف الخبر والدنيا ما عادتش على السوشيال ميديا ففي اللي صخر من الموضوع وقال أن الرئيس عايز يعمل عسكرة في كل المؤسسات دي مهزلة تخيل إمام بردبة لوة ولا مؤزن عريف وطبعا إحنا عارفين الرأي ده من جماعة اللي هم عايزين يهدموا أي نجاح للرئيس وفي اللي اتصدم وقال إيه الخالبطيطة دي؟ لما كلية الدباط الاحتياط بتخرج أئمة مساجد وما لكلية الفقه والتفسير هتخرج دباط مدفعية؟ هل دول أزهريين خارجي الكلات الدينية من جامعة الأزهر؟ دخلوا الجيش كدباط احتياط في الجيش هيستخدمهم كأئمة داخل الوحدات العسكرية؟ دلنا نعرفوا أن الدباط ممنوعين من إمامة الصلاة ولازم الإمام يكون أحد الجنود وإلا الجيش هيعينهم أئمة في مساجد الأوقاف الأهلية بعد ما يخلصوا الخدمة العسكرية؟ ولا دول أئمة في الأوقاف؟ بالفعل راحوا واخدوا دورة في كلية الدباط الاحتياط ولا مين بيودي على فين؟ واللي قال ألف مبروك لشيوخ الجدد دي خطوة عظيمة عملها الرئيس علشان فعلا لازم يكون فيه إشراف من الجيش على المؤسسات الدينية علشان الأئمة توعي الناس بالقضايا المختلفة وتعرفهم إزاي وجهوا الإرهاب وإنت يا عزيزي مشاهد عن مصر شايف خطوة تخريج دفعة من الأئمة بعد ما أخدوا تدريب عسكري؟ هتعمل إيه لمصر؟ ويا ترى أنت مع تجديد الخطاب الديني؟ قل لنا رأيك في التعليقات